شكرا لكم نسعد بالتواصل معكم صحيح أنه يعني طالما أنه روسيا خطت هذه الخطوة باتجاه الحرب معناها تكون متوقعة كل العقوبات وأسوأ العقوبات وحط سيناريوهات متعددة متدرجة سواء كانت سيناريو الأسوأ والسيناريو الأكثر سوءا وبالتالي يعني هي متوقعة أن يكون في فرض للعقوبات من قبل المجتمع الدولي لكن بصراحة العقوبات يعني هي زي ما هي عقوبات على روسيا وتعاني منها روسيا وهي أكثر إلاما لروسيا لكنها أيضا أكثر إلاما ولكنها أيضا مؤلمة للدول المستوردة من روسيا وخاصة في مجال القمح والغاز والنفط وبالتالي يعني الدول الأوروبية كما هي تعاقب روسيا بشكل شديد هي جزئيا تعاقب نفسها من خلال المستوردات التي تستوردها من روسيا الصحيح أنه إذا ارتفعت أسعار النفط مثلا بعض الدول راح تستفيد بذات الدول الخليجية العربية لأنها مصادرة للنفط بينما الدول المستوردة راح تكون تأثيراتها كبيرة وخاصة على ارتفاع الأسعار وهي جزء من الكلف وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل عام وزيادة تضخم نتوقع أنه كمان قيل أنه إيران ستكون مستفيدة أيضا معالي الوزير لأنها تبحث الآن عن سوق أوروبية لها في مجال الطاقة نعم صحيح وفيما يتعلق في السوفت يعني أكيد روسيا بالتعاون مع الصين ومع بعض الدول ممكن أنها حسب حساب لهذه النقطة وحسب حساب لهذه العقوبة وهذا الإجراء وبالتالي لديها البديل أو تفكر في البديل بالتعاون مع بعض الدول الكبرى كالصين لكن الآثار الكبيرة والآثار مدمرة على المجتمع الدولي ما هي أكبر الآثار معاني الوزير على لم يلقط أنفاسه من قضية الكورونا لغاية الآن ما هي انعكاسات الأذمة علينا في منطقة الشرق الأوسط في منطقتنا العربية وحتى تكذكرت في بداية كلامك السراد القمح يعني ستي فيما يتعلق بسراد القمح يعني بعض الدول العربية بتعتمد على سراد القمح من روسيا أو من أوكرانيا وبالتالي يعني احتياط القمح في بعض الدول العربية وصل إلى ستة أشهر ستة أشهر هاي منطقة يعني إلى حد ما آمن لكن بحاجة لأنه يتم زيادته سلسلة التوريدات وخاصة المواد الغذائية في ظل جائحة الكورونا انقطعت بسبب الحضر الجزء أو الكل في بعض الدول لكن العالم لم يلتقى أنفاسه والآن بدأنا بسلسلة جديدة فبالتالي الدول العربية ستكون متأثرة في جانب من يستورد من روسيا أو أوكرانيا القمح أو الغاز أو النفط سواء كان دول عربية أو أوروبي لكن القمح احنا بنستورده أكثر في المنطقة العربية إذا ارتفع سعر النفط للدول الخليجية رح تستفيد الفيدرال ريزيرف الاحتياط المركزي الأمريكي بـ 16-3 رح ينظر في أسعار الفائدة إذا ارتفعت أسعار الفائدة رح يؤدي لموجه جديد لأن أسعار الفائدة بتأدي لتضخم وتضخم في أمريكا 7.5 حاليا لكبح جماعة التضخم رح ترفع أسعار الفائدة وبالتالي احنا بمنطقتنا مرتبطين بالدولار وبالتالي رح نضطر نرفع أسعار الفائدة رح يزيد أثر على الاستثمار رح يكثير من المستثمرين يعيدون نظر باستثماراتهم في بعض الدول في ذلك الارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلها في الاستثمار رح ترتفع البطالة والفقر بالمستوى العالمي الدموة الاقتصادية رح يتراجع سيما أنه ما زلنا متأثرين في آثار جائحة الكورونا قضايا كثيرة يعني لازم صندوق النقد الدولي في هذا الجانب يتدخل بحيث أنه يقدم تسهيلات جديدة كما قدم في الكورونا للدول المتأثرة والدول يقدم سيولة لضخ سيولة في العالم حتى يمكن دول العالم من تغطية جانب من الخسائر في هذا الاتجاه